تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية وأعلنت شربيني عن انتهاء مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون والواقع في قلب القاهرة القديمة كما تم الإعلان عن تنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل وتوظيف وكالة قايد باي بشارع باب النصر بالجمالية وفي السياق ذاته تفقد رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر حبيب باشا السكاكيني والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وتم تشيده عام 1897 ميلاديا على يد حبيب باشا السكاكيني في منطقة الظهر ترجمة نانسي قنقر